قصة نوية الفساد قصة مؤلمة ومحزنة وما خسره العراق وما موثق من أرقام بسبب الفساد لا يكاد أن يصدقه عقل ولا يمكن للص أو حرامي سبق وأنباك شعب بهذه الطريقة اللجنة النيابية المالية للبرلمانية بالبرلمان العراقي أصدر التقرير تشير في هذا التقرير أن العراق خسر 450 مليار دولار خلال الـ 12 سنة اللي فاتت هذا الرقم أخوان حطوه بين قوسيا 450 مليار دولار يعني إذا نصفطه نتلول من بغداد للبصرة فقط من عام 2006 إلى عام 2014 الخسارة كانت 360 مليار دولار هدروا وبوقوا نهب بحكومة الزعيم السيد النوري المالكي 360 مليار هاي مونج من ربوع يسولف هاي اللي يسموه ممثلي الشعب يقولون وهيئة النزاهة الموقرة استردت خلال هاي الفترة ما مقداره 800 مليون دولار من أصل 450 مليار دولار انباقة انهدرت خلال 2 سنة هاي الفلوس صارت عد أحزاب وميليشيات وتحولت إلى أمبراطوريات مالية صاروا من أغنياء العالم وهم البارحة يشتغلون مزورين ويبيعون على الأرصفة أو نعلاستيك معتهم زيان هذا من مامش على المامش أو صارت عدة مليارات هذا إذا زاحمته السماء يفجرها يكتنبي على مود السلطة لأن مال الناس سائب ولا قوى سياسية ولا فصيل ولا ميليشيا يستثني نفسه من السرقة ولو كان واحدا فقط يقول أنا لم أسرق طيلة وجودي بالسلطة والله يقول له هذا الكرسي أو هذا الشعب أو هذا الله بياناتنا حتى نتباهل لما أجت الخطوة التي قام بها السيد الكاظمي في هيئة المنافذ الحدودية والأرقام التي أعلنها رئيس الهيئة والتي سبعتها الناس سوى الجلطة قلبية بالعالم ما معقولة خريجين بمستوى باركالوريوس وماجستير ودكتوراه أشهر نايمين بالشوارع ونسوان الصلخت تدق عليها الحكومة على مودة توفر لها فرصة عمل أو طلعت عندنا المنافذ الحدودية مثل الدجاجة التي تبيض ذهب سنين وأنا أسرخ بهذا التلفزيون أنبح مثل تشلب المنافذ 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 الميليشيات باقت الأحزاب باقت إذن من طين وإذن من عجين لأنه ما تسمعون لكن بخطوة وبدراسة وبتوجيه وبتنفيذ لجزء من هذه المنافذ وبحجم تبادل تجاري بسيط يطلع عندنا بالشهرين خمسمائة مليار منفذ واحد يجيب باليوم 2 مليار لأن كانوا مسيطرين عليهم الميليشيات والأحزاب الحزب بالمنفذ عده ميليشية وبالبرلمان عده نواب وبالحكومة عده وزارات وبالوزارات عده وزير ويم الوزير الليجنة اقتصادية يعني الدينار لو يطير بسي ما يجيب لو تحط ملائكة حراس على اللي فلوس يبوقوها هاي قضية صغيرة بالفساد كشفت تغطي 12% من احتياجات العراق كانت لازمتها هاي الأحزاب التي تستحق الآن أن كل عشر من عتمين عدمون على تيل كل عشر أذبهم على تيل وعدمهم خليتوا الناس وبعتوا البلد وفرهدتوا البلد